اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى المجموعة الوزرية وسادة المسؤولين عن مبادرة حيا كريمة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول استعراد الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في اطار مبادرة حيا كريمة وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الاهلية لتحقيق الغاية الاساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الاكثر احتياجا بقرى الريف المصرية كما وجه السيد الرئيس كذلك بتوفير كافة الموارد والمعدات والالات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع وشحذ امكانات الدولة الانتاجية سواء من قطاع الاعمال او القطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة في اعمال المشروع في مختلف محاوره وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصرية الذي يعد المشروع الاضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الاعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ اكثر من نصف تعداد السكان بالدولة وكذلك اهدافه الشاملة التي تسعى الى الارتقاء بالابعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في اجمالي 4584 قرية وتوابعها يقطنهم حوالي 58% من اجمالي سكان مصر وبتكلفة تقدرية 700 مليار جنيه وذلك في اطار تحرك حكومي واسع نطاق يتم بالتكامل بين كافة اجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر كما تم عرض التوزيع الجغرافي للمراكز المستهدفة وعددهم 52 مركز وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبنية الاساسية والتنمية الاقتصادية وتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم وبالنسبة للمحور الخدمي تم عرض ما سيتم في اطار انشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الاسرة ونقاط الاسعاف والقوافل العلاجية والابنية التعليمية فضلا عن اعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة والتي سيتم اقامتها على طراز حديث ومميكن مع حصر جميع الاراضي والمباني القديمة المستقدمة في هذا الاطار لاخلائها وازالة المخلفات بها واعادة استغلالها وفيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية تم عرض خطة تطوير مراكز الشباب ومكاتب البريد وتجديد دور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها وخدمات الاسرة والطفولة وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم والتوعية المجتمعية وتطوير قصور الثقافة اما عن المحور الاقتصادي فقد تم عرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر بالقرى ودعم الحرف التراسية وكذا المجمعات الزراعية وتطوير الخدمات البنكية